وهو طبعاً طريقة الحل اليوم كانت أيضاً طريقة برنامج العمل فيها أيضاً برنامج وجيح وحكيم إلى الآن لا يوجد شيء رسمي صادر ولكن الموضوع بيد اسمه رئيس الوزراء وأيضاً رئيس مجلس الأمة كالشي رح يبين باشر راح تكون المسألة بيد هذين الشخصين وهم إن شاء الله جميع أفراد الشعب الكويت ينظروا لهم بكل احترام وتقدير وتوقير بأن هذه المهمة التي أعط فيها سمو الأمير لهم أن يكون مثال يحتذى فيه في حل هذه المشكلة الإنسانية لكثير من الأسر الكويتية صحيح بإذن الله إن شاء الله دعنا نرجع لأجواء المجلس لا تزال العلاقة بين السلطتين نوعاً ما إيجابية يعني هناك اتفاق على أغلب الأمور هل راح تظل الأمور إيجابية لوقت طويل؟ يعني أنا يمكن هل فعلاً من مصلحة الأمور نتظل إيجابية بهذا الشكل؟ هو إحنا يجب أن نتفائل نعم ويجب أن نكون إيجابيين وننظر إلى الأمور بما فيها يفترض بما فيها حتى المشاكل التي تصير نعم دعنا ننظر إلى هذه المشاكل أيضاً بإيجابية يعني اليوم أنا أعتقد بأن ميزة المجتمع الكويت اللي ميزنا عن محيطنا نعم بأن هناك أكو حراك نعم أكو تعدد آراء نعم فيه أكو واحد يعل صوته واحد يخفض صوته في النهاية إذا كانت النواية سليمة بأنه إحنا في النهاية ننشد العمل الديمغراطي والبرلماني اللي وصل سفينة الكويت والمجتمع الكويتي لبار الأمور